سحابة رقابية تخيم على العلاقة بين السلطتين وزخات السجوابات ثلاث مصوابة لوزيري العدل والمالية قبيل افتتاح دور العنقاد الأخير لمجلس الأمة تتزامن مع دعوات نيابية لتقييم أداء الوزراء ومحاسبة المقصر منهم ودعم استخدام النواب لأدواتهم الدستورية الوزراء البعض منهم من الظلم أن نقول أنه ما أنجز أو ليس على مستوى من الكفاءة ولكن بغية الوزراء أمانة لم يكون بهذا المستوى وبعضهم مثل وزير العدل استخدم كل أمكانياته وكل سلطاته لتسخيرها لمصالحها الانتقابية الانتقادات النيابية في مجملها ترتكز على الأداء الحكومي بشكل عام وخاصة في ظل الإنجازات التشريعية التي حفلت بها أدوار العقاد الماضية في حين لم يقابلها أداء تنفيذي حكومي يضع هذه الإنجازات على قدميها على أرض الواقع واضح أن الحكومة بطيئة جدا وضعيفة في أداء وتنفيذ بعض القوانين التي أصدرها المجلس في الفترة الأخيرة وشفنا الكثير منها مثل قانون العمال المنزلية مثل قانون هيئة مكافحة الفساد مثل قانون تأمين المتقاعدين هذه مشاريع حيوية كانت تخدم الواطن بشكل كبير ولكن الحكومة تقاعست في تنفيذ هذه القوانين وأصدر لوائح تنفيذية لها وتنظيم العمل وفق القوانين هذه ولكن الحكومة ضعيفة جدا وبطيئة في أداء مهامها ومسؤولياتها التي من الواجب أن تؤديها لخدمة المواطنين يواصل المجلس أخذ زيمة من المبادرة تشريعيا ورقابيا فيما يطمح بأن تكون العلاقة بين السلطتين متوازنة تكون للحكومة مبادراتها وخاصة في إعادة تقييم عملها ومحاسبة الوزراء وربط ذلك بالإنجاز ومتابعة تنفيذ المشاريع والإصلاحات لتنفيذ المجلس طارق السهو